نقل المصانع والمعامل خارج المدن رؤية شاملة للحكومة لتطورها وفق المتغيرات السكانية وهوية تلك المدن تنسيق بين أمانة بغدادة ووزارة الصناعة لنقل المؤسسات الصناعية خارج مدينة الكاظمية المقدسة لتحويلها إلى مواقع ترفيهية تضم عدد من المتنزهات والحدائق العامة وكذلك تنفيذ مرائب متعددة طوابق لاستيعاب ومعالجة الزخم المروري في المدينة تتحول المصانع في الشالشية وفي العطيفية وفي المعسكر الشعبة الخامسة زائد مصانع النسيج الموجودة على ضفاف نهر دجلة كورنيش الكاظمية ثم يفتح هذا المصنع برفع كل ممتلكات خارج مدينة بغداد كاد يكون في منطقة صناعية في النهروان مثلا وينتقل إلى مناطق خضراء سياحية ترفيهية وباركات عمودية تحل مشكلة الازدحان في الكاظمية أيضا واتخذت المصانع والمعامل مواقع مهمة ومتعددة داخل المدن ومنها ذات الخصوصية الدينية والسكنية التي تطورت بشكل واضح خلال الأعوام الأخيرة متخصصون أشاروا إلى ضرورة مواكبة ذلك التطور من خلال توفير مقومات التوطين للصناعات في بيئة تتلائم وحاجة المصانع للمواد الأولية التي تتوافر في المناطق التي تقع خارج المدن عملية استحداث منظومة صناعية خارج المدن ستسحب قسم كبير من عدد السكان العاملين بالقرب من تلك المصانع نحن بحاجة بالتأكيد إلى تطوير العاصمة بغداد لكي تنسجم حركة الاتصالات حركة النقل مدينة صناعية في مدينة الكاظمية بالتأكيد في هذا التوقيت أعتقد أنها غير مناسبة نحتاج إلى نقلها بالقرب من المواد الأولية على مساحة العراق ونحتاج إلى إعادة تأهيل الوظائف الإدارية لكي تنسجم مع بيئة العمل ومن المؤمل إعداد التصاميم الخاصة بهذا المشروع بين أمانة بغداد ووزارة الصناعة بشكل تفصيلي لغرض الشرع بتنفيذه لإحياء المناطق القريبة من كورنيش الكاظمية عباس نعم العراقي الخبارية بغداد